بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فمن الصفات الجليلة العظيمة التي حث الإسلام عليها أن يتصف المسلم بصفة العطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل وذلك بمد يد العون للفقراء والمساكين ومن صرعتهم الحاجات والأزمات فإن المنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ينال الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى وبذلك يساهم في بناء المجتمع وسد الاحتياج عند الفقراء والمساكين وبالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى تكون هناك جسور محبة والمودة والتعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع الواحد وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حث على الإنفاق في سبيله وبين أن له فضلا كبيرا وأجرا عظيما فقد قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وعد المنفق في سبيله من المتقين ففي صدر سورة البقرة قال سبحانه وتعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والله سبحانه وتعالى ينفق ويخلف على من أنفق وبذل المال لأصحابه ولمستحقيه فإذا نظرنا في حديث سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وكذلك ما ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من أنفق نفقة في سبيل الله ضاعف الله له بها الأجر وأعطاه الجزيل من الثواب لذلك حذر الإسلام من البخل والشح وإذا نظرنا لآيات القرآن نجد هذا الوعيد للذين يبخلون بأموالهم ولا يعطونها في سبيل الله سبحانه وتعالى فقد قال مولانا سبحانه وتعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ويؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مرئب أعطاه الله مالا فبخل به مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة أي صور له ثعبان أقرع له زبيبتان يطوقه أن يلتف حول رقبته يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه أي يأخذ بشدقيه ويقول أي هذا الثعبان لهذا البخيل الذي لم ينفق أنا مالك أنا كنزك ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وكذلك نجد أن الإسلام حث على إخراج الأموال والزكوات والصدقات طهرة لأصحابها فالذي يخرج من ماله صدقة فإنه بذلك يتطهر من ذنوبه قال مولانا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم في ظل صدقته يوم القيامة ولذلك الصدقة والإنفاق في سبيل الله يكفر السيئات ويقي الإنسان شر مصارع السوء ففيما ذكر الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنائع معروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب لذلك يجب على المنفق أن يتأدب بعدة آداب منها أن يخلص لله سبحانه وتعالى لحتى يكون من أولئك الأبرار الذين قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كذلك ألا يمن بصدقته وعليه أن ينفق سرا وجهرا بالليل وبالنهار إخلاصا لله سبحانه وتعالى فالمنفق في سبيل الله يضاعف له الله الأجر وإذا أنفق المسلم في هذا المجتمع تكاتف المجتمع وكان يدا واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والسلام عليكم ورحمة الله